رؤية كويت جديدة وخطة خبسية تنتظر تنفيذا حلم للسنوات العشرين المقبلة لتبتدى لعام الفين واربعين وبشراكة حكومية وللمجلس البلدي فيها جانب اهتمام لوطن ينشد أن يكون مركزا ماليا وتجاريا المخطط الهكالي الرابع سيتم انتهاء منه ان شاء الله خلال خمس اربعة شهور اه الفين واربعين اهم النقاط يكون مهتم بالجانب الاقتصادي والجانب البيئي والجانب الاسكان لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري يجب ان نضع بعض الشروط للمخطط الهكالي الرابع المخطط الهكالي الرابع سيضمن الكويت كلها سيكون توجه الكويت لالفين واربعين راح يضم مدينة اقتصادية راح يضم مدينة الحرير والجزر راح يضم مدن اسكانية جديدة كلها ضمن هذا المخطط الهكالي الرابع للدولة توزيع الاراضي والقضية الاسكانية ومدن اقتصادية ومنظومة صحية وشبكة طرق وكثير تطلعات محاور يبنى عليها المخطط الهكالي الرابع للدولة الاراضي مشكاة توزيعة الاراضي الى الان بعض الجهات الحكومية ما عطت المعلومات الكافية الى المخطط الهكالي الرابع لوضع المخطط الهكالي الرابع بشكل سليم قضية الاسكان ان يكون في مناطق سكانية وتوزيحها باقرب وقت لتوزيحها على الناس لجنة وقاعة تمضيان لمراجعة خطة دولة على سكة الانجاز وسعي لتلافي معوقات تنمية لتكون الكويت محطة انظار العالم اقتصاديا وماليا